تنفيذ لسياسة الدولة في مجال تحسين واقع البنية التحتية الصحية استفادت ولاية غرغل من إطلاق برنامج للتشهيد وترميم العديد من النقاط الصحية والمراكز في بعض مناطق الولاية قرية العوينات التابعة لمقاطعة الكصيبة كانت تتوفر على نقطة صحية متهالكة واليوم أصبحت تستفيد من نقطة صحية جديدة تقدم مختلف العلاجات لسكان القرية والتجمعات القريبة منها لدينا الدوا في الطب الأوينات هذا كان عندنا هنا طب وضيق حتى وله زين عندنا شاكرين للناس اللي بنا وإننا يطب اللي زين ما شاء الله واسع ما شاء الله وزين حتى لدينا الدوا فيه فيه ما شاء الله جميع المشاء الله لأجهزة كان من السنق قطعا ما أدواركو فإننا نتقير موليني زين عندنا ياكو تحسن حواله لدينا شاكر الدولة لأي الطب جديد لأعدلوننا وفي بلدية الكصيبة المركزية تتواصل الأشغال في بناء مركز صحي كبير يتسع لعشرات الأسرة ويتوفر على أجنحة متنوعة ضمن تعزيز المرافق الخدمية في هذه المقاطعة الناشئة الكصيبة صبحت مقاطعة ولذلك كانت فيه المشاء مهم بنية المشاء أصلا اللي كانت في المركز الإداري كانت لها مشاء عادية به اللي عبارة عن نقطة صحية قديمة ودركة رعينا قدام بالمنشأة اللي تبتنا جديدة مركز صحي جديد يبتنا ولها يعود إن شاء الله يساعد الساكنة وطبعا هم المشأة كبيرة جدا كبير جدا كبير من المشآت الطبيعية اللي عندنا اللي قد نقولون هاتوه ما بين مركز ومستشفى وكيف تي الأعمال فيها هم اللي تقدمت قلون هم بين هون ومارس الدور اللي هاتوفر ومن المنتظر أن تساهم هذه المشآت في توسيع دائرة التغطية الصحية في ولاية قرقل وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين الذين يرتادون النقاط الصحية والمراكز في هذه الولاية محمد علي السالك لقناة المريتانية مقاطعة الكصيبة